هلأ أنا ما عندي أرض إذا ما عندي أرض ما بيزرع بدي أزرع بكل شي على سطح زراعة أنا السيد عباس حسن زاويل من جنوب لبنان نبطير فوقه أسير محرر وجريح بانتفاضة ببيروت سبت شباط يعني بلشت القصة ببداية الأمر لما صار يقولوله أنه لازم نزرع والاقتصاد واصل لأنهيار كتير قوي وقاسي وكمان السيد حسن شدد على الموضوع أنه لازم تزرعه اللي عنده أرض يزرعها صرت أني تفكر أنه ما في عنا أرض اللي جاوزي عمي شوف حدا عنده أرض ضمانة حدا أرض مستغنى عنا زراعة اللي طلعت هيك على السطح شفت عنا هداك الجاكوزي قلت له طب زرعلي بهذا بقدونس وكزبر على القليلة هيك صرت جيب أساطي الأول مرة عملت تجربة زرعت وبلشت لقي عسطة لجيبه لقي قلن ما يقصه أزرع فيه خزان منزوع أزرع فيه وبلشت من هون صار كل شوي يقول لدي أزرع بعدك قل له أنا أزرعلي بعد مثلا أزرعلي ملوخي أزرعلي بتنجان أزرعلي فلايفلي يطلع بقدامه شغلي سير يتذكر هو مثلا فيه هدا هيك البراد أنه مستوت رجيبه عبي تراب وبزرع فيه فت على اليوتيوب وشفت كي بيعملوا الطربة أي شي بدي بحاجته زرعته ومكتفي الحمد لله يعني فيه كل شي هلأ شغلي قدام شغلي يجيبه ويزرع وأني شجره ومبسط إياي شو حلوين وأنه عال بكرة حنستغني من شرية الخضرة وهيك خاصة الأسعار كل مينة عم تزيد وشغل ما فيه اللي ما عنده أرض فيستخدمه هالشغل على السطح يزرعها ما يقول ما عندي أرض عنده سطح عنده برندة لو عنده شو ما كان درابزين يعلق عليه يعلق أفاس خضرة يعلق أسطول يزرع فيها على السطح بس بدي يزرع الواحد يبي يزرع اللي عنده أرض ويش عم يزرعها حرام يعطيها لحده يستفيد منه بيقدر يزرعها ويوكل منه هويين أتمنى من بلديتنا الكريمة أو من وزارة الزراعة أو من وزير الزراعة يعني يعني مثل حكايتنا نحنا زارعين بس مش قادرين نجيب دواء لنرش الزرع اللي عندنا بس أنا هالبنادورة اللي بيأكلها والبتنجيران عارفة شيء لا فيها كيمياء لا فيها بطاس لا فيها شيء ضرر يعني أنا بتمنى من كل واحد يجرب هالتجربة اللي جربتها أنا ونجحت كتير على جميع الأراضي اللبنانية ولو ع ترابلس بطلع بسيعدوا بدلوا عالطريقة شو بدي يشتغل وخلي العالم كله بتزرع عسطوح يعني نحن نعرف فيه فقرة كتير وهي الفقرة يعني يمكن بش طالع بيدي يعمل شيء فمندلوا هذي أبسط طريقة يعني بيكون هو عائلته بيكفي حاله وبعش بحاجة لحده نحن أهل الجنوب مثل ما اتحدينا إسرائيل والعدوان علينا كمان نقدر نتحدى الاقتصاد بس بدنا هالسياسيين والزعمة اللي وصلونا لهالمرحلة هن كيف بكرة رح يقدروا يوقفوا مع ربنا الله طعمك كله طعمي إن شاء الله بنأكل جميعا منه